دشنا الدكتور راجح المليكي مدير عام مكتب الصحة والسكان بتاعز المخيم الجراحي لمرضى العيون والذي تنفذه جمعية الوصول الإنساني بتمويل من جمعية صدقة ويستهدف المخيم على مدى أسبوع كامل لاستقبال ومعاينة الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية لإزالة المياه البيضاء لأكثر من ثمانين مصابا بالشراكة مع مستشفى التعاون وأشهد المليكي بجهود جمعيتين صدقة والوصول الإنساني في التخفيف من معاناة مرضى العيون متمنيا استمرار مثل هذه المخيمات الجراحية المتخصصة لإستعاب مثل هذه الحالات المرضية وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم من مستشفى التعاون في مدينة تعز أنه دشنا المخيمة العيون الممون من صدقة عبر جمعية الوصول الإنساني هذا المخيم تقريبا يستهدف حوالي ثمانين حالة مرضية قد يزيد العادة أو قد ينقص الهدف مثل هذه المخيمات هي تخفيف المعاناة على المرضى في محافظة تعز وبالذات مرضى العيون لما لهذه الحالات من تكاليف باهظة الثمان لذلك نشهد على أيدي الإخوة في جمعية الوصول الإنساني أن تبحث عن موهنين آخرين وأيضا نشهد على الإخوة في صدقة تقديم مزيد من الدعم لتنفيذ مخيم ثاني وثالث لاستيعاب أكبر ما يمكن استيعابه من عدل المرضى المتواجدين في المدينة اشتركوا في القناة